موسيقى نشرة مجزة للأنباء من غرفات أخبار تلفزيون الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وصلت وحدات من جيشنا الباس الأمس عملياتها ضد أوكار الإرهابيين في عدد من المناطق وأوقعت عددا منهم قتلى ومصابين ودمرت أسلحتهم وأوكارهم وقال مفهد الدنيا أن وحدات من قواتنا المسلحة أعادت الأمن والاستقرار إلى قريتي زمانية والقاسمية في الغوطة الشرقية ووصلت إلى خطوط السكك الحديدية حيث تواصل ملاحقة ومحاصرة فلول الإرهابيين في بلدتي شبعة ودير سلمان في نفس المنطقة وفي هذه الأثناء وصلت وحدات من جيشنا الباس العملياتها في ملاحقة أفراد المجموعات الإرهابية في مدينة دارية وقضت على العديد منهم وعثرت على نفق كانوا يستخدمونه في تخزين الأسلحة والذخيرة والتنقل لارتكاب أعمالهم الإجرامية هذا في حين أحبطت وحدات من عناصر الهندسة محاولة إرهابيين تفجير عبوتين ناسفتين تزن كل واحدة ثلاثين كيلو جراما زرعها إرهابيون جنوب شرق مقام السيدة سوكينة وفي إطار مواصلة عملياتها العسكرية بالقصير دمرت قواتنا المسلحة الباسلة أوكارا للإرهابيين وقضت على كامل أفراد مجموعة إرهابية كما دمرت عربة مزودة برشاشا تقيل بمن فيها بالكامل شمال الملعب البلدي وقالت موفدة الدنيا أن وحدات من بواسل قواتنا دمرت مقرا للإرهابيين بالقرب من المدرسة الصناعية وأوقعتهم بين قتيلا ومصاب كما استهدفت تجمعات أخرى للإرهابيين في الحارتين الغربية والجنوبية وأوقعتهم بين قتيلا ومصاب وتمكنت من الوصول إلى الطريق الترابي في قرية الضبعة مشيرة إلى أن وحدة أخرى من جيشنا الباسل استهدفت مجموعة إرهابية مسلحة في مطار الضبعة بعد هروبها من القصير ما أدى إلى مقتل وإصابة معظم أفرادها أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن الجامعة العربية في غياب سوريا مؤسسة خائبة تحتاج إلى إعادة النظري بأساسها السياسي والقانوني والميثاقي مشددا على أنه لا محل للجامعة العربية في أي قضية قومية لافتقادها الحكمة والرصانة وتجاوزها لثوابت القومية وأشار الزعب إلى أن العرب الشرفاء في الجامعة معول عليهم وضع حد لهيمنة المال السياسي والإرهاب مضيفا إلى أن دور الجامعة العربية في سوريا دور تدميرا غير مقبول وكل محاولة لتعطيل الحل السياسي تحت ذريعة الدفع باتجاهه مكشوفا ولا نثق نهائيا ببعض أعضاء الجامعة ومن لا نثق بهم لا دور لهم الآن أو مستقبلا وأوضح الزعب أن محاولة بعض الأنظمة العربية للبحث عن دور لها في سوريا عبثية وغير ممكنة وعلى الجامعة أن تلغي قراراتها بحق سوريا وتعتذر علانية من الشعب السوري وحكومته ثم ننظر بالأمر وقال الزعبي أن قطر تنتهك القرار الدولي 1373 الخاص بمكافحة الإرهاب عبر تمويلها للإرهابيين لافتا إلى أن إنفاذ هذا القرار يعني وضع الأموال القطرية تحت الرقابة ومنع حكومة قطر من التصرف بأموال الشعب العربي أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي ثبات موقف روسيا من الأزمة في سوريا مشيرا إلى أن هذا الموقف مبدئي موضحا أن رسالة الجوابية التي أرسلها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي باراك أوباما تتضمن تقييمات موسكو لمسائل منظومات الدراع الصاروخية الأمريكية ومواقفها بشأن القضايا الدولية الرئيسية بما في ذلك سوريا وبدوره وصف المتحدث باسم الخارجية الروسية أليكساندر لوجوجبيتش وصف اجتماع عمان لما يسمى أصدقاء سوريا بأنه يبعث على خيبة الأمل مؤكدا أن تنفيذ المبادرة الروسية الأمريكية لعقد مؤتمر دوليا حول سوريا يشكل فرصة واقعية لوقف العنف فيها وأوضح لوجوجبيتش أن روسيا تبذل في الأوينة الأخيرة جهودا حثيثة بهدف تطبيق المبادرة الروسية الأمريكية من أجل عقد مؤتمر دوليا بخصوص إيجاد حل سلميا للأزمة في سوريا مبينا أن الاتصالات العديدة التي تجريها بلادهم بهذا الشأن تشمل الحكومة السورية ومختلف ممثلي المعارضة السورية وتخدم مهمة التوصل إلى إنجاح هذه الفرصة أعلنت منظمة أوكسفام الإنسانية أن رفع الاتحاد الأوروبي لحظر توريد السلاح إلى المعارضة في سوريا كما تطالب لندن وباريس قد يكون له نتائج مدمرة على المدنيين دعية إلى عدم رفع الحظر على إرسال الأسلحة إلى سوريا وقالت المنظمة في بيان لها إن عدم توصل إلى تجديد للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الأسلحة نهاية الشهر سيكون عملا غير مسؤول وقد يجهد الأمل الهش الذي ستقدمه القمة الروسية الأمريكية حول السلام وأضافت المنظمة إن إرسال المزيد من الأسلحة إلى سوريا لا يمكن بكل بساطة إلا أن يزيد من تأجيج السيناريو الجهنمي بالنسبة للمدنيين وأشارت المنظمة إلى أن المزيد من الأسلحة والذخائر لن يؤمن إيقاف العنف في سوريا بل يجب أن تتركز الجهود الدولية على وضع حد لنقل الأسلحة إلى الأطراف الضالعة في النزاع وإيجاد حل سياسيا للأزمة بدوره حذر الكاردينال بشارة بطرس الرعي بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة من مخاطر استمرار تزويد المجموعات الإرهابية المتطرفة في سوريا بالمال والسلاح وأشار الرعي إلى أنه في حال استمر تزويد المجموعات الإرهابية المتطرفة في سوريا بالمال والسلاح فإن ثمت خطرا كبيرا في أن ينتقل المعتدلون إلى صفوف المتطرفين مجددا وصفه ما يجري في سوريا بأنه لعب بالنار فيه خطر الاحتراق معلنا أنه قدم تقريرا إلى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان تناول فيه أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط تصاعدت حدة الاشتباكات في المحاور التقليدية لمدينة طرابلس شمال لبنان الليلة الماضية مقيعة أربعة قتلى ليلة أمس ما يرفع عدد الضحايا إلى 22 قتيلا بينهم عسكريون لبنانيون منذ بداية تصعيد المسلح في المدينة الأحدى الماضي واستمعت أصوات الأسلحة المتوسطة في أرجاء المدينة ما خلق جوا من الهلع والخوف في المناطق الخلفية خصوصا في القبة ومخيم البداوي كما تم قطع طريق الدولية التي تربط ترابلس بالبداوي والحدود السورية لكثرة عمليات القنص عليه أضرمت مجموعة ليبية مسلح النار في مبنى قناة الشبابية المسموعة والمرئية بمنطقة قرقارش بطرابلس وذلك احتجاجا على مقتل أحد الأشخاص خلال مواجهات بين عناصر جهاز مكافحة الجريمة وتجار المخدرات بالمنطقة ووسط حال من الفوضى العارمة التي تسود البلاد منذ الغزو الأطلسي لها اقتحمت مجموعة ليبية مسلحة محطة محاولات الطاقة في المدينة وفصلوا بعض الخطوط الخاصة بنقل الطاقة ما أدى إلى خروج عدد من وحدات إنتاج الطاقة في محطتي الخمس وجنوب ترابلس الغازيتين عن الخدمة كشف الجنرال في سلاح الجو الفرنسي جان جاك بوريل أن الطائرات التموين في سلاح الجو الأمريكي وفرت نحو نصف تموين الطائرات الفرنسية بالوقود في الجو في إطار التدخل العسكري الفرنسي الأخير في مالي وأيضا قال بوريل أن الطائرات الأمريكية وفرت أربعة ألاف طن ونصف من أصل عشرة ألاف طن من الوقود التي زودت بها الطائرات الفرنسية في الجو يشار إلى أن تدخل فرنسا في مالي كشف ضعف قدرات التموين الجوي لدى سلاح الجو الفرنسي في عملية على بعد ألاف الكيلومترات تحتاج إلى تزود بالوقود جوا مرات عدة إلى ذلك أيضا رفعت هيئات الطوارئ الروسية تحذيرا من أمواج المد العاتية تسونامي اليوم بعد بضع دقائق من إعلانه إثر زلزال في بحر أخوتسيك قبالة الساحل الشرقي لروسيا وأصدر فرع محليون لوزارة الطوارئ تحذيرا لسخالينة وجزر الكوريل وحث السكان على الاتجاه إلى مناطق مرتفعة بعد أن وقع زلزال في البحر بلغت قوته 8.2 درجة لكنها رفعت التحذير بعد ذلك بأقل من 10 دقائق وإلى ذلك قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن زلزالا قوته 5.7 درجة هزى شمال كاليفورنيا مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من بلدة كانيو ندام وهذا لم تتوفر بعض أي معلومات عن ضحايا أو إصابات جراء الزلزال ختم هذه النشرة الأخبارية لمجزة أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق شكرا لكرم المتابعة بأمان الله اشتركوا في القناة